بحبك يا شبرة بحبك صحيح يا موال وأوبرا وعمي وفصيح يا جمعة محمد وعبد المسيح على بسطة واحدة بنحبك صحيح بكلمات الشعر صلاح فايز وغنية الفنان الكبير محرم فؤاد بنبدأ جولتنا النهاردة في حي شبرة مصر هنا في شبرة مصر المسيحي والمسلم بيقسموا يومهم سوا علشان كده النهاردة هنشوف اتنين من أهم وأقدم معالم شبرة مصر وهم جامع الخزندارة وكنيسة سانت تريزا أهلا بيكم في قناتكم شوارع المحروصة فلو كنت جديد في القناة متنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ونشوف أماكن جديدة كتير ونعرف أسرار أكتر خليكم معنا جامع الخزندارة أول لما تشوف الجامع هتقول إنه أكيد من العصر العثماني أو المملوكي لكن الحقيقة إن الجامع أصلا ما عداش عليه مئة سنة ولكن تصميمه الفريد على الطراز المملوكي هو اللي بيديك الإحساس ده أما حكاية الجامع فبتبدأ مع بداية القرن الماضي لما قامت الأميرة خديجة هانم بنت محمد راغب أغا ببناء جامع الخزندارة وبنت جنب الجامع سبيل ومدرسة لتعليم أصول الدين ولكنها اتوفت أثناء بنائه سنة 1918 وتوقف العمل في الجامع فترة طويلة بسبب خلاف على تركة الأميرة خديجة وبعدها أخدت وزارة الأوقاف الجامع وكملت بنائه وتم افتتاحه سنة 1927 الجامع من جوه جميل وبسيط جدا ألوانه كلها من الأبيض والأسود الجامع فيه 16 عمود من الرخام والتجان الموجود على الأعمدة كلها جات من إيطاليا مخصوص لبناء الجامع واللي مسحته كبيرة جدا تقريبا 600 متر مربع ومن فترة قريبة دخل جامع الخزندارة نطاق الأصار بعدما اعترفت بي وزارة الأصار لكن للأسف هو مجرد اعتراف من غير أي اهتمام بالجامع نفسه ولا الزخارف اللي قربت تختفي من كتر التراب والإهمال ولكن الخبر الحلو اللي حاب أقول لكم عليه إن في شهر مارس 2023 قامت وزارة الأوقاف بتخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه لتطوير وترميم جامع الخزندارة من خلال شركة المقاولون العرب وطبعا بالتعاون مع وزارة الأصار أما المعلم التاني في حي شبرة مصر فهي كنيسة سانت تريزا وإنت داخل الكنيسة هتلاقي قدامك تنسال كبير للقديسة سانت تريزا وكأنها بترحب بزوارها تم إنشاء الكنيسة على الطراز البازيليكي سنة 1931 واللي عمل التصميم بتاعها كان فنان مع ماري نمساوي والكنيسة من جوها مصغرفة بالرسوم الجميلة واللي بتعبر عن روعة الفن القبطي القديم أما حكاية القديسة سانت تريزا واللي تبنت الكنيسة على اسمها فهي تولدت سنة 1873 وهي من أصل فرنسي وكانت من أصغر الراهبات في العالم ووهبت حياتها للعبادة وهي عندها 15 سنة علشان كده لقبت بوردة المسيح الصغيرة وتوفيت القديسة سانت تريزا سنة 1897 وهي عمرها 24 سنة داخل الكنيسة في مزار خاص بالقديسة سانت تريزا وفي تابوت من الإزاز جواه تمثال بيعبر عن جسدها النائم في سلام ولكن جسد القديسة نفسه موجود في فرنسا المكان اللي عيشت فيه سانت تريزا وحوالين التمثال فيه عشرات من اللوحات الرخامية المعلقة على الحائط واللي بتحمل آيات الشكر لله بسبب المعجزات اللي عملتها القديسة سانت تريزا مع أصحاب اللوحات دي والموضوع هنا مش بيقتصر على زورها المسيحيين من الناس البسيطة من أهل شبرى بس ولكن الكنيسة هنا بيجي لها الناس من كل مكان مسيحيين ومسلمين ده غير المشاهير من النجوم والأسرياء اللي كان ليهم حكايات مع قديسة سانت تريزا وكان من أشهرهم واللي كان متعود يزورها باستمرار هو الموسيقار محمد عبدالوهاب وفيه لوحة باسمه سنة 1958 مكتوب فيها شكرا للأمة الطاهرة ومكلسون كانت من عشقها وكتبت في لوحتها الموقعة بتاريخ 1960 أتبارك بكي دائما أيتها الأمة الطاهرة والفنان عبدالحليم حافظ كان كلما يشتد عليه المرض ييجي كنيسة القديسة سانت تريزا وكلما تتحسن حالته الصحية كان يكتب لوحة شكر لها وكمان فيه لوحة رخمية باسم فريد الأطرش مكتوب فيها نتبارك دائما بروحك الطاهرة يا أمنا الحنون وكتبت أخت الفنانة اسمهان شكرا على مساعدتي أيتها القديسة الحبيبة ولوحة موقعة باسم المطربة نجاة الصغيرة وكتبت فيها باركيني أيتها الأم الحنون ده غير الملكة فريدة اللي أرسلت لوحة رخمية للكنيسة وكتبت عليها أذكر يا رب عدتك فريدة الحقيقة الكنيسة فيها هدوء وسلام غير عادي والقديسة سنت تريزا زي الجامع والكنيسة قريبين جدا من بعض وكأنهم بيحتضنوا جواهم كل أهل شبرى طيبين مسيحيين ومسلمين أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم وبشكركم جدا على متابعتكم ودعمكم دايما لينا من خلال اللايك والشير وكلامكم الجميل في التعليقات اللي بيخليني أقدر أكمل وأقدم لكم محتوى يليق بكم وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد سلام شكرا